لو توشتك حتى وقسمة بالله ولا أنت ولا دكتور ولا أي حتى يوقعكم لا أشتقيكم اليوم البنات خلقين محمد ها وسرعني بنت المرة الرابعة بنت طيب أنا شتخلني وشتخلك أنا أبغى ولد أنت عارف وش قالت الحين قالت أنه ممنوع أسقط وبيضرني وبيضر البيب لازم تسقطين يعني تبغاني أعرف حياتي الخطر؟ ما بدي أعرف حياتي الخطر بوديك أحسن دكتور يعني أنت تعارف قضاء الله الموقف كان صادم ومفاجئ أكيد أكيد هيكون في ناس رد فعلها مختلف تعود من الشيطان تعود تعود من الشيطان لا أحد أحد هي بكي بنات حسينة الولد هذا شيء بأمر الله مو بيدها والله هم دول السبب ليس يمكن رأيك تلك التعادي مع البنت هذا لأشيك أنت لما تكفر بالعمر وتعجز يجوموا فيها زي ما أنت الله يرضى عليك جاين في أمة قلوا لك أبو البنات قلوا لهم عليك اسم الله أنا أعرضى فيها مليت من خلفة البنات يرزك الله أدع الله مو هي هي مالها ذم أدع الله يرزك أنت كده اعتراضك ترى ممكن حتى لو تزوجت عشر حيجيك بنات رد فعلا بلا تردد الله عليك بجد هي لك أهل ولا ما لك أهل ما عندي أهل هنا لا أحرص إحنا هلنا ما حصلت أحرص نفها الحنية كنز كبير يعرف إمتو اللي يملكه فعلا بعدين البنت زي الولد لعل عسل بنت دية تكون أحسن من ألف ولد شير بيكات بلك يمكن البلد خير بلك أحسن من الأولاد أنا عندي بنت ما تمدت ثاني والتالث ورام ناس كتير كان موقفها واضح واعترضت بقوة وبدأ الانفعال يزيد ما بي انساني يا؟ ما بي رحمة؟ ايدي ربطف خطف اشوف الولد احسن البنت بايش؟ البنت اللي ببطك بباها انا اخذها معك ولا اخذها معك ولا اخذها معك ولا دعو بنتي اللي انت بتقوله لنت بتتلوضها حرام اربو لا تكلمها كده لو تجوشتك حتى وقسم بالله ولا انت ولا دكتور ولا احد وقسم بالله الانمان وفي اللحظة دي كان لازم ندخل بسرعة البنات المخلل على لطفع صالح عن لطفع صالح عن لطفع صالح عن لطفع صالح عن لطفع يقف بن برنامج الصدمة على الاندي اسف هكذا لماذا متعصر لهذه الدرجة؟ انا بنتي جويستوى تراجع واتمنى اتب اربع بنات خمس بنات من مشكلة خلقتنا يا أخي شيء ما هو منطقي ما هو معقول أم البنات أم البنات في يوم الخير والبركة زي العيال ما ينفع شي رنجل يعلم صوته على حرمته في وسط مجتمع كذا عايز تكلمها كلمها على جمع هذه جاهلية نوعي من بقايا الجاهلية هو لما يجي يقول لك أنا تروح تنزلي مو أنت رب العالمين ماذا توصف هذا النوعية من الناس بكلمة واحدة بش ما كانت الكلمة من البالك بدون تنسيق بدون ترتيب الله يعينيك ربس فاجأتنا أنه مرحقنا حتى نفوت هيدا 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 والله بس ما أدري عبايا يعني يختال صلوح يا درجة أكثر بك الموضوع بحيث أنه ما حجيته يا الولد مباشرة صحاني صاحب ثلاث بنات والله العظيماني هيدا ثلاث بنات أفرزق رب العالمين وواحد شنو يتفرب رب العالمين أنا أريد طفل وأتمنى ابني هو يقول لها ثلاث بنات أريد ماريد الرابعة لا يد خالق هو بكيفه أنه شي يحط يحط وشي يخليه هو رزق من رب العالم نعم ما قدرت ما تحملت يعني أنا الثاني أنا ناس ثلاث بنات أخوي عندها أربع يعني شو فيها البنات تعتقد المجتمع اليوم أيضا يفغط على الرجل أو المرأة اللي خلفتهم بس بنات؟ لا المجتمع ما لا شغلة بس يعني الناس يعني بقت يعني بهذا وضعنا يعني والتطور اللي دا يصير والحياة اللي دا نعيشها وبقتها وناس أنت تفكر بها طريقة سلبية يعني ما على الأسف هو ما يقبل الدخل داما يقول لي ما يصير تروع الملوشكي أمس أنا حتى مرة وحتى قلت له قلت له ما لكي طلع برنامج الصدمة تذكرش ندى نتسوق ولد وأبكتها لابنة هذا يعني رزق من رب العالمين نحن جانا نسوقك الصدمة بستسود بين الصدمة بصراحة اشتركوا في القناة